اشتركوا في القناة او كهواة لبعض الناس بتحب تعمل يعني مشاريع الكترونية ايه هو او بيعمل اين او بيتكلم عن اين الموضوع ده هو ان انا بجيب دائرة الكترونية وبعملها اه بلحمها على بردة واستخدم البردة دي يعني بعمل هاردوير بعمل هاردوير بتاع السيركت اه لسيركت دياجرام او لبروجيكت معين اه معانا البرنامج اللي بيخدم اه الموضوع ده برنامج الايجل اه طبعا حلو انك تعرف اختصار ايجل دي ايه هي ازلي اه ابليكابول جرافيكال لي اوت ايدلتر تمام اه في بداية ثان كده نبدأ اه نرتب الخطه السليمة ان انت ممكن تعمل مشروع اه بحيس ما يبقاش عشوائي ممكن يشتغل بشكل افضل هنفترض ان احنا شفنا دائرة الكترونية على الانترنت وجرنا عنها هي بتشتغل ازاي فاول خطوة ممكن تعملها ان انت تبص على الدائرة الكترونية دي تشوف الكمبوننت اللي فيها بتشتغل ازاي اه لو قدرت تعملها تمام بعدين بناخدها على برنامج من برامج السيموليشن المعروفة زي المالتزيم وزي البروتوس بروتوس ان شاء الله احنا احنا بنتكلم كده اه ان شاء الله احنا هنتعرض له وهنستخدمه في معانة دار الكترونية اللي هنشرح عليها هنستخدم في السيموليشن بتاعها البروتوس بعد ما خلصنا موضوع السيموليشن ندخل على الخطوة التالتة وهي مثلا ان احنا نجيب الكمبوننت ونجربها على البروتوس نشوف شكل البريد بورد ده شكل البريد بورد نجيب الكمبوننت ونجربها هنا الاول شاء نتأكد تماما انها شغالة لان على فكرة احيانا برامج السيموليشن مش بتدي قراءات دقيقة او نتاج صحيحة للدارة الالكترونية وهو بيفترض حاجات كده في بعض الاحيان ان اه يعني ايه ان الدارة هتشتغل بشكل عام يعني ان الدارة هتشتغل طبعا بتظهر معنا في البروتوس حاجات كتيرة بنتعرض لها ونبدأ نحلها فالافضل قبل ما تلحم وتتعب وكلام ده كله ان احنا ممكن نجربها على البروتوس طيب الخطوة التالتة او الرابعة اه سوري الرابعة اي وقت ان احنا هنعمل الدايرة دي اه بيسي بيه هنلجبها لبرامج الدزاين خلاص خلصنا كده من برامج سيموليشن هنروح لبرامج الدزاين البرنامج اللي معنا هو اللي هنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله وهو برنامج الايجل هنشوف ازاي ممكن نصمم دايرة الالكترونية على برنامج الايجل وازاي هنطبعها لغاية ما ان شاء الله تكون معاك في ايدك طبعا اه في اكتر من طريقة ان احنا ممكن اه نعمل بها البيسي بيه منها الايجل دا وهنشوف هيخدمنا ازاي هنعملها يدوي وفي اكتر من طريقة يدوية وفي طريقة طبعا بالسي ان سي اه هنستعرض كده بعض البرد اللي انت هتستخدمها او هي نوعين من البرد في اللي هنعمل عليها البسي بيه بتاعنا ازاي وهنشوف ازاي وفيه التانية اللي هي التست بورد وهنشوف بنستخدمها ازاي ومن فيهم بالنسبة لك اكثر فاعلين نستعرض نوعين البرد هنستعرض الاول اللي هو التست بورد ونشوف هنتكلم عنها. دي التست بورد. اه طبعا هتلاحز هنا كل بنت نحاس اه لوحدها. او كل هول. كل هول كده لوحدها. وهنا في ترايكات صغيرة كده. طبعا ده اه من ناحية التانية بتركب الكمبوننت او بيكون البضي بتاع الكمبوننت ناحية التانية ومن هنا ومن الناحية دي البنات بتاعتها وهنا بيبدأ ايه بتبدأ تلحم. بتستخدم طبعا علشان تربط البنات ببعضها بنستخدم اه الاسلاك اه كبريج او بيسموها يعني ايه بنسمي احنا في عمة يعني بنسميها الكبري او بنعمل كباري يعني بلغة الفنيين بنعمل كباري. تمام? اه نستعرض مسلا منظر تاني كده ديها وهي ملحم عليها كمبوننت علشان تشوف يعني مدى جمال البي سي بي بعدين. اه اه منظر كده ايه? ما شاء الله يعني اظنه فعلا. هنشوف البي سي بي منظرها هيكون ازاي بعدين? هتحس ان انت اه تعبك مرحش اه اه عالفاضي يعني ان شاء الله فهتكون حاجة جميلة. ان شاء الله هتكون حاجة جميلة. دي بوردة النحاس بقى اللي هنشتغل عليها. ان شاء الله اللي بعد برنامج الايجل بقى ونطلع الدايرة على. هنشوف ازاي نطلع الدايرة على الورج وازاي الدايرة ان شاء الله هنطبعها هنا. ان شاء الله الخطوات اه او خطة مستقبلية هنعرفها مع بعضنا. ده منظر بقى اه البردة بعد ما خلصت بعد ما خلصت شغل خاص. الفينيش ده. طبعا احنا جابيني الناحية بتاعت التراكات عشان تشوف مدى الفرج الكبير بين بين البردة دي والبردة التيستوبورج اللي استعرضناها ده منظر للبردة بعد ما خلاص الرسمة دي كانت اترسمت عال اه عال ايجل. وده حبر على فكرة. لسه يعني لسه في شغل تاني عليها هيكون. تمام? اه هنشوف ان شاء الله زي ممكن هنعمل الشغل ده مع بعضنا. ان شاء الله. طبعا بالمناسبة الدائرة دي هي اخر حاجة احنا استعرضناها. اه اللي كنت اه. فدي بعد ما حطينا الكمبوننت عليها. دائرة دي بتعمل ايه? اه بتعمل للجهد اللي داخل من البطارية دي عند اه عند خمسة فولت. اه عند خمسة فولت. ممكن استعرض مكوناته بسرعة دي سي كوننكتور اه سوري اه دي سي جاك اه ذي سوري دي سي جاك اه اه طيب اه نبدأ كده في فكرة او في مشروع ونشوف هننفزه ازاي على على برنامج الايجل وازاي هنوصل ان شاء الله للاخر خلص ان احنا نطبع اه الدايرة اه دي دائرة بتعمل ايه او ايه اساسا البرنامج اللي ده برنامج اه برنامج انا خلاص جبت الدايرة شفتها عجبتني فهمتها هي ايه دي الدائرة اللي احنا نستعرضها دي اه بتعمل ايه بتشغل الاضاءة عند حلول الظلام اهو لمبة اهي ممكن اتعرف بسرعة على اه دي اه اللي هي مقاومة ضوئية طبعا مقاومات اه اه امبلي فاير اللي ام سبعمية واحد واربعين او الامبلي فاير سبعمية واحد واربعين هنا شغال اهو بص انا كده تفكير هنتفكر كده اه شغال اه اه سويتش اه ليد طبعا معروف الليد مستخدم ايه باكد للبهان يعني اه ده دي سي فولت اه دي سي اه سورس دي اه طبعا ايه بدل الشمس يعني فاستخدم كشف ضوء هندخضو هنا هنشوف ازاي هتشتغل التائر ان شاء الله وده اه اللي هو الريلي تمام طبعا هنا الريلي طبعا بتجير ازاي الكويل بيبقى له جهد والجهد اللي هيترحل برضو بيبقى جهد تاني خالص وان هو هيتحمل كام تيار فالبنات البتيجي غالبا عن جهد الكويل النفسه ده كام يعني انا هنا اشغال اه نشوف كده اتناشر فولت اتناشر فولت اه 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 للفي كويل وهيرحل بقى ايه برضو اتناشر فولت دي سي يعني انت ممكن برضو ممكن تشغل وهو شغال اساسا عشان يشتغل يشتغل دي سي ممكن اه يرحل اي سي ما فيش مشكلة خالص يعني ما فيش مشكلة والانبير على حسب بقى طيب في بعض الكمبوننت دي هنستعرض صورها هنشوف شكلها ازاي اساسا طبيعا اهو ده تمام كده اهو جهد الكويل بص كده ستة فولت وبهو بيشتغل على ستة فولت يكون عشان يبدأ يشتغل رديه والجهد اللي بيترحل مية وعشرة اه مية وعشرة فولت اي سي او 24 فولت دي سي اللود اللي عليه ما ياخدش اكتر من ثلاثة امير تمام كده ودي البنات ايه بتاعته بتبقى فيه ايه تالت بنات اه طبعا ممكن تجيبه عشان اختصر بس الوقت يعني اه ممكن تجيب معلومات ومن على الترنت طبعا متواجدة ومتوفرة عليه كتير من من المعلومات طبعا فهنكتفي بال بالجزء اللي انا كلمنا فيه عنها الرئيين طبعا ده يكون الاوب امب اللي هو ايه اه سبعمية واحد ربيين طبعا مش هو ده بس نفس الباكيش نفس الباكش بالزبط. ده اه اه تلتمية ستة وتمانين. ده له اه اوديو امبليفاير. ده اللي بيستخدم بيستخدم في ده في دوير الاوديو يعني. او في بتاعت الاوديو. معرفش هو نفس الشكل انا ما كانش عندي صورة جاهزة للسبعمية واحد اربعين. وده شكل اللي هو اه اللي هي المقاومة اه الضوئية. اه المقاومة الضوئية بالمناسبة بتوصل اه قيمة المقاومة بتاعتها واحد ميجا اوم اه في الظلام. فتوصل واحد ميجا اوم الظلام. يعني بتعمل وبتقل تحت الضوء. تحت تأسير الضوء بتقل قيمة المقاومة. يعني جدا. ده بشكل سريع الا استعراض سريع للديسي اه للديسي جاك. كده اظن احنا استعرضنا اه? اه الكمبوننت شكلها ازاي. نعمل بقى سيموريشن. طبعا انا مش هتكلم عن برنامج البروتس لانه مش موضوعنا. بس ها انا جبت الدارة عليها عشان اوريك دي الخط وتاعت السيموريشن. هنشوف كده هنأثر على المقاومة الضوئية. كده نفترض ان احنا اه في الظلام. فاهو اللمبة شغالة. شغال اللون اللابيت دي معناها شغالة. هندخل عليها الضوء. اه اسف انا اساسا مش 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 عامل رن البرنامج. سوري. اهو شغالة كده لون الابيض. ببقى لازم ابيض زيادة يعني مش واخد بال معلش. وبص كده خلاص. اهو مدخل الضوء عليها. اه فصلة اللامة. طيب اه مصدقية زيادة. نعم مصدقية زيادة. اه نشوف انا هنا ضيف دي سي موتور. اوكي. خلينا ناخد ده. رحل. دي سي موتور ونعمل غن. وهو رن برضه اهو. الله يجري عام. اه ندخل اه الشمس تطلع. نور الصبحية. اهو دخل علينا الصبح. وطفت اله. تمام? خلاص كده فصل. هنا ارجع. بالمناسبة كان في اه لو تلاحظوا هنا فكروا في هذه ما دي حصلت دي. هنا اشتغل المطور. اشتغلت اللامة عادي خالص. ولما فصلت الدائرة خلاص كده الدائرة كلها فصلت. مازال فيه اضاءة خافتة. ايه السبب? ايه السبب? فكروا فيها دي. طيب. اه نبدأ با ناخد الدائرة دي با ونعمل لها ديزاين على على البروز. على الاسف على الايجل. ونبدأ اه مرحلة التصميم على برنامج الايجل. اه هنروح نيو. اه بروجيكت. هنسمي البروجيكت مسلا بتاعنا ايه? اه? الفرج ان انا ممكن اعمل او اعمل اه على طول اسكماتيك اه او بورد. خشع اسكماتيك او بورد. هنا ممكن تعمل اه اسكماتيك دائرة واحدة وخلاص كده وهتسايفها وتشتغلها وتمام كده. لكن هنا بروجيكت هيحتفظ لك هنا مسلا با بفايل ممكن يكون في البروجيكت الواحد اكتر من اكتر من دائرة. فنقدر نحتفظ بيهم هنا وربعات ونوصل لهم بسرعة. طيب كريك كيمين هنا على بروجيكت نيو اسكماتيك. هنشوف الفرج بين اسكماتيك اهو نستعرض معنا. اسكماتيك وبورد. هيتضح اه ان شاء الله معنا في. احنا بنشتغل الفرج بين الاتنين. ده اسكماتيك. الاسكماتيك هنا احنا بنرسم المشروع بتاعنا زي ما بنرسمه بزلطة في مرامل السيموريشن. تمام? اه هنا الطول زي اللي احنا نستخدمها. انا وفضل ان انا ان احنا نعرفها يعني احنا وبنرسم السيركت افضل. بس ما فيش مانع. انا هنستعرض اهم اهم التول دي فيها اللي هنستخدمهم في الاول يعني. طيب. من هنا بنعمل اد للكمبوننت. ومن هنا طبعا دليت او كومبوننت غلط. اه اه او هنعمل بها الجروب. تمام? نكتفي بدول والبقى ان شاء الله هيزهر معنا في هيتضح اثناء الشغل يعني. اه اه وفضل قبل ما نبدأ في المشروع هنه هنستعرض اه اه او اي سي من اشياءات. اه لسبب يعني. انه بيكون في اه اكتر من من جيت من الداخل. ازاي ممكن نستخدمهم او ازاي ممكن نتعامل معهم. اه ليه سلوب معين في ان احنا نوصل ال어주 vulgo بتاعته. فهستعرض الاول ده. وبعدين نبدأ نعمل المشروع بتاعنا. اه بحيس كده نكون لمينا حاجة كويسة في التعامل مع في البرنامج ده لانه كله كده هيكون بنفس الاسلوب اللي احنا آه هنستعرضه ان شاء الله. فاللي هيفرق بس معنا اي سي البجن جيت فانشوكو. غالبا كلنا بنتعامل مع التيل وهو اللي بيتدرس تقريبا في في المناهج التعليمية في كلها. فانشوف نظام الاوروبي. يو دي ده النظام الاوروبي في الرسم. اه ده نظام الامريكي. اه المنظر مختلفة اهون. وده لو النظام الاوروبي. هنا البرنامج بيدعم طبعا نظاميا. زي احنا بنشوف المقاومات بتظهر في المقاومات. اه النظام الاوروبي بيكون مستطيل شكل المقاومة والنظام الامريكي بيكون اه زيجزاج. اه اه فهنا البرنامج بيجيب لك الاتنين. نظام الامريكي ونظام الوربع. كل الكمبوننت كده. فانت ايهما تفضل. ممكن انك تستخدمها. طيب اه هنا هنستخدم اللي هو اه ناند جيت. الناند جيت. اي سي ناند جيت. بيقول لك كواد تو ايمبوت. كواد في اربعة. تو ايمبوت ناند جيت. اه اي ده. ده الويس اسي والجراوند بتوعه. اه مين ده. هنشوف ايه ده. ايه ده ممكن هيظر هنا برضو. وايه ده. طبعا دي دي سكريبشن للآ للآ او المعروضة. آآ ده شكله في اللي هو هنا نتعامل معاه. وده شكله في ان شاء الله لما نروح له. زي ما قلنا احنا بنرسم في السيركت بتاعتنا. والبورد ديزاين هو المكان اللي احنا بنصمم في الشكل اللي هيطبع على البردة. تمام? نفتح ده وجه. آآ هنشوف هيظهر شكلين هنا مختلفين لنفس الاي سي هنشوف ايه الفرج بينه. ده وده. ايه الفرج? او انا ممكن اختار مين? طبعا في آآ بداية في حتة مهمة لازم نوضحها كويس. احنا قلنا بتاعت الشغل ان احنا هنجيب الدار الالكترونية وبعدين نعمل لها على السيموليشن. بعد ما نعملها على السيموليشن نجربها على البريد بورد. بعد ما نجربها على البريد بورد. آآ هنرجع نعملها على هنجيب الكمبوننت طبعا من جربها على البريد بورد وبعدين نعملها على على الايجل. نفترض الجزء بتاع البريد بورد ده انتو مش تعمله. تمام كده? آآ ابدأ الاول اعمل السيركت على الايجل ولا اشتري الكمبوننت. في فرق? اه في فرق. ايه الفرق? ومين الاسهل? الاسهل طبعا ان احنا نشتري الكمبوننت زي ما قلنا. السبب ان هنلاحز هنا حاجة زي كده. اي سي ده او الاي سي. انا اختار من فيه? وايه الفرق بين ده وده. ده سيفس ماونت. خلينا هنا. ده سيفس ماونت. اللي هو القطع الالكترونية اللي بتتلزج على البوردة من فوق لازجة كده. مش بتتخرم لها عشان تنزل فيها البنات بتاعتها. لا بناتها مسطح. دي بنسميها المسطح. اما دي تمام كده? فدي فيها بنات بتنزل في فتحات احنا بنخرمها بالدريل. نشوف صورة مسلا استعرض لها صورة. اه ده سيفس ماونت اهو. شوفت كده. بننزجها احنا على على البوردة. ولها اسلوب خاص للتعامل معها. تمام? دي سيفس ماونت. اما دي ثرو هون. دي بال اللي فيها ايه? فيها بالنات. فانت لازم يكون عندك الكمبونة انت هتشترف انت هتستخدم ايه? الحاجة التانية اه انت معك مسلا مكسف. لو جينا هنا مسلا المكسفات. عنيش هنطلعنا الشوية من من احنا كنا هنجوره. بس اه عشان ايه? تبقى المعلومة كامنا. اه طبعا ممكن هنا اعمل سيرش بالاسم الاي سي او او اسم الكمبوننت نفسها. ايه اللي في الاول دي? بحس تيجيب لي كل يعني ايه? كل الكمبوننت اللي فيها الكلمة اللي انا هكتبها هنا ايه. دي معنى احطاتها من جدامة. ومش شرط يعني ايه. تحط على حسب. انتر. هي ار سي ال. ار سي ال. دي هتفتح لي اه اه والكاباسيتر. وايه? انتر. طيب احنا ندور عليها احسن اه طرعا ما مش شرط يعني. بس دي اره. مم? مفيش. طب ممكن نعمل كده نفضي خالص نعمل انتر هجيب تاني الكمبوننت كلها. واحنا ندور اه. هي مفروض نها تشتاوى نعمل. ممكن يكون خطب. ارسي اللي اهي. هنفتحها. طيب برضو النظام هو الاوروبي والنظام الامريكي وكده. طيب انا مقول انا كنت بقول ان انا معايها الكاباسيتانس. اه اسف كاباسيتر. ايه ده طبعا اه. دي النوع اللي هو بنسميه اسراميك احنا. انا معاي كاباسيت. اختار ده ولا اختار ده. بص لاحز كده. ده زي ما قلنا. ده ده اللي بيترسم في الاسكماتيك ديزاين. وده بيترسم في البورد او ده شكله في البورد ديزاين ودي. المعلومات بتاعته. طب هممكن تدور بالباكيج طبعا. ده الباكيج رقم الباكيج المنبره ده. ده فدا السيرير بتاعته. اه تمام. ده بجا الجريد. الجريد اللي هو المسافة بين البنة. بين الاه بين اله ايواء البنة والبنة التانية. دي الجريد. اتنين ونص ملي متر. تمام كده? ودي الابعاد بتاعت آآ الاوتلاين ده. اللي بتاعت بتاعت الكيسة بتاعته دي. طيب. انا بقى الدهو ده مفرجتش كتير. يعني بص كده. اختلف بس اهو اربعة في خمسة. فانا لو حاطط اتنين جنب بعض وممكن في في الدزاين. عملت الدزاين على اساس ده. تلاتة في خمسة. حاططوه من جنب بعض. وانا كان معي اساسا اربعة في خمسة. فهتكون في زحمة شديدة. صعب ان انا ممكن انزل البنات في الهولز بتاعتها والحمها. طيب لا اذا في كمان ايه? ممكن الجريد يختلف خالص. الجريد ممكن يختلف. اهو خمسة. خمسة ملي. بدل ايه? بدل اتنين ونص. فانا اجيب الكمبوننت الاول. واجب مصطرة. واجيس المسافة بين البنات. وعلى اساس اختار من هنا الكمبوننت. طيب. هنشوف بقى لا لو انا الدنيا الدنيا زحمة معايا واغلب اللي انا بستخدمه ايسهات والباسف كومبوننت دي طبعا الايسهات لها بكش معروفة. اه مش بتختلف. اه اه بشكلها ممكن تعرفها. حتى ممكن انك تحط ايسي بدل التاني لان ده برنامج ديزاين مش برنامج. اه سيموليشن. فممكن تحط ايسي. يشبه في الشكل الايسي التاني البكش نفسها. وتوصل على اساسها يعني. طبعا لازم يكون انت شغال في الايسهات لازم يكون معاك طبعا اه او تكون بسيت كويس في في الدياتاشيت. ازاي ممكن تجيب داتاشيت لايسي بالمناسبة برضو. اه من موقع اسمه ايه? اول داتاشيت. اول داتاشيت. بحيس تشوف هو ايه توصيلات وبالناتو ايه ارقامها لانه هنا بيجيب لك نفس الشكل اللي في البرامج السيموليشك. تمام? فده موضوع مهم جدا 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 لازم نخلي بالنا منه. ان احنا نجيب الكمبوننت اه قبل ما نعمل ديزاين. طيب اه نفترض زي ما قلنا ان لا انت زحمة والمفروض تعمل ديزاين الاول بعد الكمبوننت هتتأخر وهتيجي كلها ممكن يكون المشروع اللي هيتسلم فيه وخلاص اه الوقت اه قريب وكده. فاحنا ممكن نعمل حاجة تانية. هنشوفها احنا وشغالين. اه ان شاء الله هدي اه انت عليها. طيب خلينا نشتغل في في ال اي سي نرجع له تاني. زي ما قلنا طبعا احنا معنا هنا نفترض معنا ثرو هول وهنشتغل على اساسه. اول ما ظهرت معانا دي ظهرت ايه? ظهرت جيت واحدة. بنفس الاسلوب الزبط في برامي السيموليشن لو احنا اشتغلنا. ان احنا بندخل اول واحدة. نضغط هيطلع اول اه اول هيسميها بص اي سي وان اي. اي سي وان اي. والرقم اه بتاعها. نحط مسلا التانية اهو بيجيت اي اي بعدين بيجيت بي. وده الرقم الاي سي. كده انتهوا. لو ضغطت تاني. لاحظ كده اللي هي ماشية مع الكرسر دي. ايه? ايه انه هيبدأ اي سي تاني بقى هيعد من ايه دي اي سي تاني. انا انا خلصت مش عايز تاني ودي معايا لسه. لو ضغطت هتلزك كده في الصفحة. هعمل لها ايه بقى عشان اخلص منها? اضغط انتهى هيجيب لي ده. لو عاوز اضيف تاني هضيف مش عايز بعمل تمام? طيب في حتى هنا معلش اه نوع عليها. نقطة هنا. لو انا ضغطت مسلا كده. عا بعمل مسلا عملت انتر. ما ظهرتش حاجة وعادة رجع تاني. افض دي واضغط انتر. هترجع تاني كل حاجة زي مكان. طيب. انا خلاص اهو حطيت الاي سي. هوسل بس الاي سي ده بعضهم يعني دي بعضها كده عشان ايه? عشان اه نختصر في الوقت يعني. طيب. ايه اللي انا ممكن اوصل اوصل به? عندنا الواير. وعندنا النيت. انا افضل نستخدم النيت دي افضل اه لسبب هيباني. هيباني معنا في الشواء. طبعا انت بتوصل لازم تتأكد انك بدأت ايه? اه. بدأت هنا. ولازم تجرب المسافة لانك بص. ممكن تبدأ وانت بعيد او بص يا. تتأكد انك وصلت كويسة. ممكن تبدأ من من هنا. وانت بعيد. حتبان كأنك وصلت ال انها وصلها. متجرب كده هتجاه ايه? لأ. طيب. اوصل مسلا دي. اضغط دغط. اضغط. اضغط. كليك. اه شمال. ثاني خلاص وصلت دي بدي كليك 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 احيانا بيكمل معي زي كده انا عايز اخلص من 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 الواير ده اعملي برضو خلاص كده طيب ادخل مسلا هنا على هنا وده على ده الفكرة ليه انا اخترت ده عشان اه نوضح طريقة التوصيل بتاعة الزي ازاي الحاجة التانية اه ازاي انا بقى اطلع في برامج كان لو هن استخدمت اي سي زي كده بيعتبر خلاص ان الاي سي ان الاي سي والجراون بتاعة الاي سي اريدي وصلة وعلى الجهد على بتاعته طيب انا هنا اعمل اي بقى اعمل اي اجي على انفوك اضغط كده واضغط على الاي سي ايوه كده هزهر لي دي دي بقى الباور بتاعت الاي سي احددها وعمل اوكي ظهرت اه معي طيب انا عايز ارفها عايز تعملها من روتيت اهو اه اختفت كده اه سوري 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 ممكن اعملها روتيت بس لوقتين كليك كيمين كليك كيمين كليك كيمين ممكن اعمل روتيت ده اي كمبوننت في ايدك برضو تعملها كده روتيت احطها هنا مسلا خلاص اهي ده اكبر شوية اه البرنامج ده شوية في التعامل في اه حاجات كده في التعامل شوية بتكون صعب ان انا عاوز اكبر من ناحية في النص اكبر كده على الجنب شو بيكبر ازاي اعايز اجيبه كده شوية اكبر من هنا وهكذا يعني تمام ده بيزبط للدنيا في النص بالزبط كده دي بقى اعايز زوم او زوم ما علينا طيب موضوع السواب اعايز اعمل السوابينج بين البنتين سواب جيت واضغط طيب هنعمل هنا سواب بين اربعة وخمسة في التوصيل يعني اربعة واصلة بواحد في في الجيت اي وخمسة واصلة بطلعتاشر في الجيت آآ دي هنعمل سواب نختار جيت اربعة خمسة بين سواب اربعة وخمسة اهو تبدلت تبدلت سواب ببعض يا طيب آآ نعمل جيت سواب جيت سواب هنبدل آآ لاحز كده دي اي سي وان دي ودي الجيت بي هبدل الاتنين ببعض دي جات هنا والبي جات هنا اي ممكن نستفيدوا من الجيت سواب وكده لو لاحزت ان الاي سي بيبدأ كده اي بي سي دي بيبدأ كده الجيت آآ عقارب الساعة ترتيب الجيت في الاي سي نفسها في الاي سي فانا هستخدم اتنين جيت بس من الاي سي الاي سي مفروض هتحط هنا مثلا في السيركيت وعليمين باقي الكمبوننت كلها فمش منطق ان انا استخدم الاي سي دول واسيب دول الجريبين بحيث يسهل لي في في البورد ديزاين لمنقدر الامكان لازم يكون اه في وضع للكمبوننت تخلي التراك ممكن يمشي بشكل كويس بحيث ما يعملش معنا الدبل دبل لير تمام فده مسلا السواب انا استخدمت مسلا لا اخلي بي من هنا ودي من هنا هنا سهلة في في الاسكماتيك انا ممكن احط احط الجيت في اي مكان انا عايز لكن في الدزاين في البورد ديزاين بتكون اه صعبة حابتين طيب هنشوف ازاي انا ممكن اضيف اه في سي سي وجراوند بقى في في المشروع اللي احنا طرحناه انا حبيت بس استعرض الاي سي لوجيك ده بحيث في شوية اه حاجات كده مش ممكن تظهر غالبا غير في او في اي اي سي تاني في اكتر من ستيج يعني في اه بعض الاي سي هات فيها اكتر من من استيج من الداخل فتتبع نفس الاسلوب ده بزط بتاع ايه الاي سي هات بتاع dicجي ان طيب اا ها استي او حاجة بس اني طبعا التوصيله دي انة لوجيك مش حاجة كده يعني بس انا اسمت الاي سي ده أساسا او التواصل دي بحس اوضح ازاي ممكن بتتوصل التواصلات اه او ازاي ممكن اعمل السواب او وما الى ذلك يعني مش اكتر من كده. تمام? ممكن نشوف موضوع الديليت. انا لو عايز اعمل دليت لحاجة واحدة بس. اه بختار اي حية من القائمة هنا وابدأ انفزها على 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 السيركت بتاعتي. طيب لو عايز اعمل دليت لهم كلهم اختار دليت وبعدين اختار جروب وبعدين نفس الموضوع. واحدة بس لو اخترت او لو عايز اختار بعدين بعدين جروب. بعدين ابدأ احول كل كل معي. طيب اه احنا اتكلمنا اه قبل كده عن موضوع الوصلة هنا تركز انها وصلة او لا. ممكن ممكن في حركة نتأكد منها ازا كانت اه وصلة او لا. اسلوب كده معين. يا اما تجيب نفسها كده. تعمل وتحركها. وتحركها. هتلاقي ايه? السلكة تتحرك معك فكده دي وصلة. او اه اسلوب تاني او ده وتعمل كده. هتلاقي اللي بيننا اه لونها بيفاتح. وكل اللي واصل بها برضو نفس الموضوع. طيب اه نعمل نود هنا كده ونشوف او نستخدم النود دي. لو جينا هنا في النود دي عملنا كده. اضائط اهو الجزء ده. ديك مارفين كده. اضائط اهو لونها بيفاتح. لونها بيفاتح في السلكة دي لونها بيفاتح فدولها كده وصلين ببعض. طيب. نجرب ممكن ديك يمين. اهو عادي لو لو هنعمل لحاجة واحدة. لا اكتر من حاجة زي ما قلنا. اه جروب دي لطيف الرابع. كان جغل. بظئ satisfactory.